شميه كريم اعتقد ان هذا الممثل اللي انا اتقرر في المسلم الكهير مش عايز احلاق لك الدنيا شبط دي شخصهم السوية انت كنت بتعمل الدور المعروف المعروف واحد من الناس ابو علي ولادة العم شاقي البتاع شاقي ابن البلد انما انا هروح لهذا العالم في تعبيرات وانفعالات مختلفة كتيرا واحدين بقى كمان دي شخصهم السوية يعني ايه حراشد ده راجل بيشرب خمور راجل بيشرب مخدرات راجل ليه دور في موت بنته شخصية مسوية وحبها وانا شايف ان ده يعني دي دراما ان انت بتقدم لحم ودم وعملت الفيلم وايز بي وفوجة برد فعل الجمهورة انت اول ما عملته قلت بقى ده يعني يبقى الناس معينة اه وتجربة بعد مثلا قلت ايه عشرين سنة تمثيل اجرب جنونة اجرب لطشة كده بقى لفقت مع الناس لفقت ما لفقتش وايز بي وفوجة عمر الفيلم ينزل في العيد مدته تلت ساعات العشر ده اه فيلم طويل على العيد فيلم مفيهوش بسمة مفيهوش ضحكة الناس متعودة مفيهوش اغنية مفيهوش اغنية اه لا مفيهوش اغنية خالص استاذ اه متعودين على كريم يعني ممكن فيه السن بديني حتة كده بديني حتة وفاجأ بارقام ونصه وعايز تركز اوه عشان تفهم ايه اللي حصل بالظبط وفيلم زكي يعني لدرجة انا يوميها قلت والله قلت النجمة الحقيقي لهذا الفيلم هو الجمهور ان الجمهور المصري العربي الجمهور مش المصري الجمهور العربي بالكامل في المنزل في جماعة في الوطن العربي بالكامل يستوعب فيلم رعب في العيد احنا كابرانين على افلام الاستاذ عاد الامام واستاذ الاندي الجندي الايد فرحة الايد فرحة استاذ لا الناس بقى عندها فرجة وبتتفرج وكده ده يعني وتعمل جزء تاني ونجح ايضا عمل جزء تاني والحمد لله نجح وبنحضر الجزء تاني ده حقيقي بقى اه ده نشوفه كمان اربع سنين لا ده ست شهور ست شهور اه ما روان بعتلي وقال لي مراد شغال في النسخة الاخيرة ما بتخافوش من الحكاية دي يعني خلاص احنا نجحنا بالتجربة وتجربة مش سهلة ومعقدة اوي خلاص بقى كل سنة انتو طيبين انك تعيد التجربة اه انا انا كنت خاف من الجزء التاني اكتر من الاولين وحتى اتكلمت مع مراوان كتير ساعتها ومع الاستاذ احمد بدوي يا جماعة الجزء التاني بس في افلام كتيرة جدا في السلمة الامريكية اه عارفوا يعني سابعة و تمانية وبيعرفوا يستغلوا الاجزاء كولا مشعرف اا وبعدين عندهم وتوم كروز بسطول بلتال ووابن وبعدين عندهم حاجة غريبة جدا الامريكان ان بعد خمسين سنة بيرجع يعيد تاني التراص كين كونج يعيده تاني بعد خمسين سنة جودزيلا يرجع يعمله تاني بعد خمسين سنة بيعيد شغله باتمان بيتعمل غد وقت رجب باتمان بيتعمل حد وقت بالظبط فاتجرحت روحت داخل بقى عامل الجزء التالي عامل بات ما داخل بقى في ثلاثة هاي بقى اغرب من الاتنين مش عايز تفاصيل يعني بس هاي بقى اغرب كتير يعني انا لما حكالي السطرة مراوان ان اصطرت جدا جدا لان كنت متخيل انه هياخد من واحد ومن اتنين ويكمل واخد نقطة قول اللي ماتوا حيرجعوا ولا ايه مش عايز احرق لك ادانية بس خد يعني ربع سطرة او استاذ من الاتنين اللي فاتوا وطار لعالم غريب جدا انت كنت بتتكلم عبري فعلا اه 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 ده استاذ شريف عرف يا ربينا بديله استاذ حبيبي يا انهر ابيض ده انا عدت افكر في الحكاية دي كتير شهر عبري شهر بيتعلم لان استاذ شريف قال لي انت هتتكلم عبري عدت شهر ونص جابو لي الدكتور من جامعة القاهرة شهر ونص بتعلم اللغة بس اللي فادني فيها جدا ان النحو بتاعهم هو اقرب نحو المصري يعني اسمي ده اسمه عبري وده اسمه عربي ايه بالزبط استاذ لدرجة حتى اسمي يقولك شمي اسمي كريم شمي كريم شمي كريم ده يعني انا شمي يعني اسمي شمي يعني اسمي يوم السبت شبط سلام شلوم الكلام في نحو قريب القاهرة كهير القاهرة انا اول مرة عافلنا القاهرة كهير القاهرة كهير مصر مصرايم اه فالحلقة دي اتعرف تالي قبيب انا وانت ايو ايو لا 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 ده انا مبسولت اوي اقول فلا اقرب لغة النحو بتاعها قريب للغة العربية عشان كده بقى اولاد العم وكده فأنت قبل ما تخش التصوير كان الكلام مكتوب بالعبري تقرأه وتحفظه وتقوله يانهار إي سويد وبعدين دي بداية الفيلم يا أستاذ أنا شفتها وشرف مونير وشرف مونير تكلم طبعا بس أنا قلت فاخدة في الأول كده صفحة ونص عن الشراع العرب الإسرائيلي يا حتى مش فاكر أنا قعدت شهر ونص أحفظه بعد الشوت ما خلص إن أفتكر حرف لا يمكن دخلت أنا قلت مركبين صوت حد أو بتاعه لا تكلمت يا أستاذ عدت شهر ونص عشان أقول دي عدت شهر ونص مع دكتور اللغة العبرية اللي جابهولي من جامعة القاهرة وكت بتقرأه عربي ولا عبري ولا أنجليزي كان بيكتب لك عربي كتبت أنا بالعربي شاطر انت بل عقر أنا مساعد مخرج يا أستاذ فمتسرايم ميم تيه صاد ريه ألف يه ميم متسرايم كهير كاف ألف هيه يه ريه فقلبتها أنا عندي عربي ونطقتها عبري بس ما كنتش الآن بقى أنه لما أولاد العم يشوفوك يتراهوا إيه دا دا مش عبري دا ولا الدكتور اللي كان معاك كان لا الدكتور اللي هو عبرية في جامعة القاهرة وشريف جابه فيش هزار وهما نزلونا أعتقد أنا ومونة وشريف في النشط الأخبار القناة تانية عندهم حال كده طبعا إن معادين السامية وها هم المصريين يعود مش عارف وفي الزي بقى ريجعوا تاني يجابويني أنا وشريف طبعا قال لك ريجعوا تاني بتقى أولاد العم عملوا عمل مخابراتي تاني قد انت خلاص بقى بقيت مسجن هم يعزوني قوي لو بعد كده أدوارك كلها يعزوه طبعا انت أحمد زاكي ولا نور الشريف بعظمة الاتنين أسادزة أسانة أمين لمدرسة أستاذ أحمد زاكي ما افتغلت مع الأستاذ أحمد زاكي ألا طبعا أول فيلم وليه الصرف لا ده شيء أنا أعتقد أن هذا الممثل لني أتكرر في المصري وأنا فاكرة أستاذ عمر لما كان في المستشفى وتعفى أواخر إيامه وكان الأستاذ عماد معافة المستشفى أيوة أستاذ عماد وفاكر إن الأستاذ أحمد زاكي الله رحمه هو اتعامى في الآخر النظر راح خالص وكان بيطلب من أستاذ عماد يقول له أنا أخرب تعمل لدور واحد أعمى فده شيء إنه حتى في كارسيته أتقهى الله شيء لا مفيش حاجة كده جنون التمثيل جنون التمثيل أستاذ عمر هو ما كانش عائل التمثيلية لا 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 وبعدين أنا معرفش أتكلم أول شط يعني أول شط أنا عادت بالزبط القاعدة قدامه دي وأستاذ شيف عرف أختار مشهد اللازم أم توتر فيه رايح تقدم له عشان أطلب بنته برضي بصد زكاء المخرج فأنا قريدي بايز أنا بصيت في عينين أستاذ أحمد زاكي أكشن إن الحروف تطلع لا 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 أنا صدقك لأنه ناس كتير دايما يقول لك أنا أول مشهد كان قدام فلان وارتبكت جدا بس أحمد زاكي عينين لا 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 عينين طلع لون بني آدم آه عينين وإحساس ومشاعر وأنا أعمل إيه دوقت روح تقول شاش شريف تقول شاش شريف أنا عايز أروح وأنا عايز أمي أنا عايز أمي وأنا مساعد مخرج أنا هبوزلكوا الفيلم رهبة ورعب وتقمص وتفاصيل ومكياج داخلي وخارجي للشخصية وهبص إزاي واتكلم إزاي أشيء أشيء هورو العظيمة سهناء جميل برضا هورو العظيمة سهناء جميلة